أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أنه سوف يتم تشغيل رحلة إضافية من مطار أتاتورك في تمام ساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والأربعين مساء اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة إسطنبول وذلك لنقل الركاب الذين ألغيت رحلاتهم في طريق العودة إلى الكويت كما دعى الطيران المدني الركاب إلى التواصل مع القنصلية الكويتية في مدينة إسطنبول على رقمي الهاتف الظاهرين على الشاشة للضرورة كما أعلن الطيران المدني أنه سيتم تشغيل رحلة إضافية من بيروت في تمام ساعة العاشرة والدقيقة الخمسين مساء اليوم أيضا حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت وذلك لنقل الركاب الذين ألغيت رحلاتهم في طريق العودة إلى الكويت داعية الركاب إلى التواصل مع القنصلية الكويتية في بيروت على رقمي الهاتف الظاهرين أمامكم على الشاشة للضرورة وقالت أيضا الإدارة العامة للطيران المدني أن تشغيل هاتين الرحلتين جاء بناء على طلب من الحكومة وبالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية